طيب احنا عايزين نتكلم بقى عن الفصول اللي في الكتاب حضرتك كاتب تقريبا 24 فاصلة في الكتاب 24 فاصلة وطبعا مش هنقدر نقولهم كلهم بس نقدر يعني نلقي الدوق على الاهم فيهم واللي حضرتك شايف ان هم مهمين نتكلم عنهم هو طبعا انا بالنسبة لي كان مهم جدا اوضح في الفصل الاول اسماعيل ياسين جزي نشأته حياته طفولته وده كان كتير ما يعرفهوش طفولة اسماعيل ياسين ان هي كانت طفولة تقريبا بائسة والدته توفت وهو لسه طفل ست سنين والده كان بيحب يتجوز كتير وعاش بقى مرارة طفولة صعبة كانت طفولة شقة مرارة الاب وتعز فيها بالاضافة لان جدته ام والدته كانت عندها هاجس طول الوقت ان ابوه هو السبب في موت امه فكانت بتخلص من اسماعيل وكانت بتقولوا الحاجات دي اه بتعاملوا بقصوة جديدة فكانت مش لاقي يعني سواء في بيت الاب بين مرات الاب وقصوتها وعندي جدته برده قصوت جدته اعتقادها بان بنتها ماتت بسبب هذا الرجل اللي هو ابو اسماعيل فكانت طفولة بائسة جدا وهو بيحاول يبحث عن نفسه اللي حواليه كلهم شايفين ان هو حد دماغه حلو قوي صوته حلو قوي اقنعوه ان هو صوته جميل وانه ممكن يبقى مطرب كبير زي عبدالوهاب هو كان عاشق للمسيقار محمد عبدالوهاب احنا سمعنا انه هو كان في بداياته وخالص كان عايز يغني ايوا هو جاء القاهرة عشان كده مش عشان يمسك ايوا هو كان جاي القاهرة لما هرب من قصوة الاسرة في السويس والطفولة الصعبة اللي عاشها جاي القاهرة طبعا كان فاهم ان الدنيا هتفتح لها درعاته هتفتح له درعاته ويستقبلوه استقبال يعني المطربين الكبار وتفضل يعني فلاقى قصوة اشد واكبر من اللي هو كان عايشها في السويس لدرجة ان هو كان ممكن ينام في دامع ينام على الرصيف المسائل كانت صعبة جدا مفيش فلوس يأكل في مرة نام في جامع اتهم بسرقة الحنفيات بتاعت الجامع عشان يبيعها وطبعا ده ما حصلش يعني فكانت المسائل صعبة جدا جدا بالنسباله مش لاقي يعني يعيش ومش عارف يعيش والستة جنيه اللي هو خدهم من جدته هرب بيهم اتصرفوا فكانت الامور قصية جدا طفولة معزبة قوي طفولة معزبة سبحان الله انه يكون حد في الحزن ده وفي التعاسى دي في الطفولة ويكون بيدحك الدنيا كلها بالضبط وكمان يعني دي مفرقة تبيرة جدا واللي عملو ده ما عملوش بعد كده لما بقى ممثل يعني كان في حد صديقه محامي قريب منه كان خده وشغله معاه علشان قطر يسليه انه مش علشان قطر يبقى وكيد الوظيفة دي او كده هو بس عشان يسليه من كتر خف الدم يدحكه يدحكه طول الوقت ويسليه لانه لما بيكون عنده هموم او مشاكل يقعد معاه يسليه ويبسيطه يعني فمن بادري قوي الناس مكتشفة انه هو قد كده خفيف الدم خفيف الروح انه هو عنده القبول ده الرباني اللي هو ممكن اي حد يشوفه ويتعلق به اشتركوا في القناة